تستنف العملية العسكرية ضد آخر معقل لتنظيم داعش في سوريا عملية كانت قد علقات قبل عشرة أيام من قبل ميليشيات قصد ردا على قصف تركي استهدف مواقعها شمال البلاد وبعد شهرين من إعلان العمليات العسكرية ضد داعش في منطقة هجينة شرق ديرزور تعود العملية إلى نقطة الصفرة لعدم إحراز أي تقدم يذكر من قبل ميليشيات قصد ومنذ إكمال عملية عاصفة الجزيرة شهرها الأول حتى انتهاء الشهر الثاني اعتمد التنظيم على عمليات هجوم مضادة بالإضافة إلى العمليات الانتحارية والأنفاق التي كانت تسمح بمرور سياراته بعيدا عن استهدافها من قبل طائرات التحالف وهو ما زاد من صعوبة المعركة تنفذ خلايا تتبع لتنظيم داعش بشكل يومي عمليات اغتيال المتفجيرات تطال قياديين وعناصر لميشيات قصد في المناطق التي يستولون عليها في الحسكة أودير الزور والرقة